السلام عليكم متابعين الكرام كيف تنادي ربك وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات الذكر له معاني متعددة فالذكر هو الإخبار بشيء ابتداء والحديث عن شيء لم يكن لك به سابق معرفة ومنه التذكير بشيء عرفته أولا ونريد أن نذكر به كما في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويطلق الذكر على القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي القرآن أفضل الذكر وأصدق الأخبار والأحداث كما يطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله كما جاء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والذكر هو الصيط والرفعة والشرف كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وقوله تعالى لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم أي فيه صيتكم وشرفكم ومن ذلك قلنا فلان له ذكر في قومه ذكر الطاعة والعبادة ومن الذكر ذكر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة وذكر الله لعبده بالمثوبة والجزاء والرحمة ومن ذلك قوله تعالى فاذكروني أذكركم فقوله تعالى ذكر رحمة ربك أي هذا يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة الله به والرحمة هي تجليات الراحم على المرحوم بما يديم له صلاحه لمهمته إذن فكل راحم ولو من البشر ماذا يصنع؟ يعطي غيره شيئا من النصائح تعينه على آداء مهمته على أكمل وجهه فما بالك إن كانت الرحمة من الخالق الذي قلق الخلق وما بالك إذا كانت رحمة الله لخير خلقه محمد إنها رحمة عامة ورحمة شاملة لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم فلا وحي ولا رسالة من بعد ولا إكمال إذن فهو أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق ورحمة كل نبي تأخذ حظها من الحق سبحانا بمقدار مهمته ومهمة محمد أكرم المهمات وكلمة رحمة هنا مصدر يؤدي معنى فعلة فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول كما نقول ألمني ضرب الرجل ولده فمعنى رحمة ربك عبده زكريا أي رحم ربك عبده زكريا أعلى أنواع الرحمة لذلك قال تعالى رحمة ربك لأنها أعلى أنواع الرحمة وإن كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا فقد خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به بل هي رحمة عامة لجميع العاملين وهذه منزلة كبيرة عالية فالمراد من ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني هذا الذي يتلى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التي هي أجل الرحمات بعبده زكريا وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلق مهانة ومذلة وهي كلمة بشعة لا تقبل أما العبودية لله تعالى فهي عز وشرف بل منتهى العز والشرف والكرامة وعلنا ذلك بأن العبودية التي تسوء وتحزن هي عبودية العبد لسيد يأخذ خيره أما العبودية لله تعالى فيأخذ العبد خير سيده لكن ما نوع الرحمة التي تجل الله تعالى بها حين أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بخبر عبده زكريا قالوا لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون وطلاقة القدرة في أن الله تبارك وتعالى خلق للمسببات أسبابا ثم قال للأسباب أنت لست فاعلة بذاتك ولكن بإرادتي وقدرتي فإذا أردت أن لا تفعلي أبطلت عملك وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فأنا أجعلك تنهضين به ومن ذلك ما حدث في قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار في النار ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم أو يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم أن ينجي إبراهيم لأنه كان من الممكن أن لا يمكن خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه أو ينزل مطرا يطفئ ما أوقدوه من نار لكن ليست نكاية القوم في هذا فلو أفلت إبراهيم من قبضتهم أو نزل المطر فأطفأ النار لقالوا لو كنا تمكننا منه لفعنا كذا وكذا ولو لم ينزل المطر نفعنا به كذا وكذا إذن شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاء وأن تظهر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتمكنهم من إبراهيم حتى يلقوه في النار فعلا ثم يأتي الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية الإحراق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم طلاقة القدرة في مسألة الخلق وكذلك في قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلا على طلاقة القدرة في مسألة الخلق وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون أسبابا فمن أخذ بالأسباب يصل إلى المسبب ولكن إياكم أن تفتنوا في الأسباب لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب وقد يلغيها نهائيا ويأتي بالمسببات دون أسباب وقد تجلت طلاقة القدرة في قصة بدء الخلق فنحن نعلم أن جمهرة الناس وتكاثرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب والخالق سبحانه يدير خلقه على كل أوجه الخلق فيأتي آدم دون ذكر أو أنثى ويخلق حواء من ذكر دون أنثى ويخلق عيسى من أنثى دون زكر فالقدرة الإلهية إذن غير مقيدة بالأسباب وتظل طلاقة القدرة هذا في الخلق إلى أن تقوم الساعة فنرى الرجل والمرأة زوجين لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهم الأسباب حتى لا نعتمد على الأسباب وننسى المسبب سبحانه فهو القائل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وطلقة القدرة في قصة الزكريا عليه السلام تتجلى في أن الله تعالى استجاب لدعاء زكريا في أن يرزقه الولد قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر